الأعداد بطبيعة الحال تتزايد نتيجة المعارك والضغوط التي تجري والتوتر المتصاعد عملياً داخل أوكرانيا ولكن ما شاهدناه وما قالته الأمم المتحدة مفوضية اللاجئين بأن أعداد اللاجئين تراجعت خلال الأيام الأخيرة بالفعل خلال الأيام الثلاثة والأربعة الأخيرة هناك في مراكز التجمع كان هناك تراجع بأعداد أو باللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يشكلون ضغطاً عملياً على كافة مراكز التجمع أو حتى على المعابر الحدودية كانت تواتر وصول كل حافلة تقل لاجئين 15 إلى 30 دقيقة في الأيام الأخيرة بدنا نشاهد أن الحافلة تصل كل ساعة أو أكثر بمعنى أن هناك تراجع بأعداد اللاجئين التوقعات التي كانت تقول بأن بولندا ستستقبل مليون لاجئ أخطأت ربما صار العدد وصل أو لامس أو ربما زاد حتى عن مليوني لاجئ ولكن ما يقال بأن هذه هي ذروة الأعداد ذروة أعداد اللاجئين الذين سيصلون إلى بولندا أيضاً مع احتمال بطبيعة الحال ارتفاع العدد ولكن ليس بالوتيرة التي جاهدتها المعابر خلال 15 يوماً الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا الآن ما يجري هنا في بولندا خاصة مع الأعداد الكبيرة هناك دعم أوروبي كبير على سبيل المثال المفوضية الأوروبية سترسل بحدود 50 شخصاً من موظفيها للعمل لدعم مراكز الجوء الموجودة هنا أيضاً سيتم توجيه حزمة من المساعدات المالية على وجه الشرع لبولندا الولايات المتحدة أيضاً قررت تقديم 48 مليون دولار كمساعدات لبولندا رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان قد نشر على حسابه في تويتر صورة له وهو يقود شاحنة مليئة بالمساعدات يتوجه بها إلى بولندا ووعد بأن ينشر كافة تفاصيل هذه الرحلة منذ البداية حتى الوصول إلى بولندا وزير الخارجي الإيرلندي أيضاً زار بالأمس مركزاً لتجمع اللاجئين في ورسو وأكد على دعم بلاده السياسي لبولندا وأيضاً المالي خلال هذه الأزمة أزمة اللاجئين إذن الأعداد ربما تتناقص خلال هذه الفترة الأسباب من الداخل ربما عرقلة الممرات الإنسانية أو زيادة التوتر في الداخل وصعوبة انتقال بين الأشخاص بين المدن وربما يكون فعلاً قد وصلت ذروتها بحسب طبقات الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك أربعة ملايين لاجئ خلال هذه الحرب الأسباب قد تتضح أكثر شروق خلال الأيام المقبلة ولكن رغم تراجع أعداد اللاجئين تستمر بالإزدياد هنا في بولندا اشتركوا في القناة